جملة من الانتقادات تواجه منظمة الصحة العالمية نتيجة التخبط في تصريحاتها منذ بداية جائحة كورونا، حيث قدمت نصائح وإرشادات غير دقيقة حول الفيروس في بداية ظهوره، ما تسبب في نتائج عكسية سرعت من انتشار الوباء. المنظمة بحسب مراقبين لم تعلن كورونا جائحة دولية إلا بعد تسجيل 118 ألف حالة في 114 ألف دولة، مما أثر على سياسة الدول التي تتبع إرشادات المنظمة. التخبط والذي تعيشه منظمة الصحة العالمية دفعها إلى اتهام بعض الدول بإخفاء معلومات عن أعداد المصابين فيها بكوفيد-19. الجزائر من بين هذه الدول التي لم تسلم من هذه الاتهامات، فيما اعتبرت اللجنة العلمية لمتابعة الوباء تقرير المكتب الإقليمي للمنظمة تجوزاً لصلاحيته. الأكيد أن أزمة كورونا قد لفتت الأنظار إلى منظمة الصحة العالمية التي تتلقى مساعدة مالية من أغلب الحكومات وأبرز الأسئلة التي تتابعها مع علاقة أكبر منظمة صحية دولية بلوبية الأدوية واللقاحات.